تنفيذا لتوجهات المراجع في وزارة الدفاع واصلت لجنة مشتركة من المديرية العامة للأفراد والمدير العامة للاستخبارات والأمن والأمور الطبية العسكرية استقبال الموظفين المدنيين من المفسوخة عقودهم وتم استقبالهم وتدقيق كافة المعلومات الأمنية والمستمسكات الثبوتية عبر ملء استمارات خاصة بذلك وإجراء كافة الفحوصات الطبية من العيون والعلامات الحيوية وبقية الفحوصات الأخرى وكانت فترة الاستقبال عشراته أيام بمقار مديرية إدارة التطوع استنادنا لكتاب عامة التسر العام المبلغ علينا بكتاب مكتب من عام وحسب توجهات سيد مدير عام الأفراد تم تشكيل فريق عمل من قبل مدير عام الأفراد لغرض استقبال الموظفين المفسوخة عقودهم وحسب المستمسكات الثبوتية وتم تقيل معلومات الإدارية والعمل الجاري باستقبال الموظفين لمدة عشرات أيام بتاريخ 3-12 باشرت لجنة من الأمور الطبية العسكرية بفحص المفسوخة عقودهم من الموظفين وقامت اللجنة الطبية بفحص المفسوخة عقودهم ويشمل الفحص فحص العيون وفحص الوزن والطول وفحص العلامات الحيوية وقياس الضغط للمفحوصين الموظفين المدنيين من المفسوخة عقودهم شكروا وزارة الدفاع لسعيها الحديث في إعادتهم إلى الوظيفة وخدمة الوطن وتمنوا الحفاوة والاستقبال التي وجدوها في مراكز التطوع لسمنا المركز التطوع الرستومي من وزارة الدفاع والحمد لله وشكر استقبلوا لنا أحسن استقبال وماشي لأمور طبيعية والحمد لله وشكر السيابة عالية كلها جش continue والحمد لله وشكر لأمور كلها ماشية مبرهاتょه وزارة الدفاع مراجعت مديرية إدارة التطوع في الرستومية وتم استقبالها من قبل لجانو وزارة الدفاع وتدقيق المعلومات الأمنية وفحصه الطبية ونشكرهم على حسن الاستقبال والمقابلة عودة الموظفين الموصقاء عودة للخدمة استقبلونا الرسومية استقبلونا خوش استقبال يعني ترحبوه بينف يعني ما تش نصور يش نصور والطبابة يعني حيل حيل تسهلوا أمروا يعني صباح الخارج علي إعلام وزارة الدفاع اشتركوا في القناة